أهلا بحضراتكم أثرت مشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا مخاوفة من مجاعة عالمية وخلافا دبلوماسيا حادا بين روسيا والغرب الغرب اتهم روسيا بابتزاز العالم في أزمة الغذاء من خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية وعرقلة توريدات الأغذية عبرها وهو مع تبرته موسكو باطلا وأكد الرئيس الروسي بردمير بوتين استعداد بلاده لضمان تصدير الحبوب دون عوائق من موانئ أوكرانيا حال قيام كييف بإزالة الألغام من مياهها كما تعهد بعدم استغلال إزالة الألغام لشني أي تهجمات من البحر كما اقترحت موسكو عددا من المسارات لتصدير إنتاج أوكرانيا من الحبوب عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها في بحر أزوف وأيضا في البحر الأسود وهي مريوبل وبريديانسك وأيضا خرسون وهو ما رفضته كييف متهمة موسكو بمحاولة سرقة حبوبها المسار الثاني الذي يمكن استخدامه سيكون عبر نهر الدانوب وبالطرق البرية إلى موانئ رومانيا على البحر الأسود إلا أن طاقة هذا المسار وإن كان مقبولا للجانب الأوكراني إلا أنها محدودة هناك مسار آخر عبر بولندا إلا أن هذا المسار تتمثل بالدرجة الأولى في الاختلاف بين عرض السكة الحديد في أوكرانيا وبولندا ما يتطلب إما إعادة تحميل العربات على الحدود أو نقلها إلى العجلات الأخرى ويشير مسؤولون بولنديون إلى أن الإمكانات التقنية للمعابر الحدودية لا تسمح بمرور أكثر من مليون أو مليوني طن من الحبوب شهريا أما بيلاروسيا وإن كانت السكة الحديدية متوافقة مع أوكرانيا إلا أن التوافق السياسي غائب وأكد الرئيس الأوكراني مردوميرز النسكي أن بلاده ليست مستعدة لتصدير الحبوب عبر هذا المسار لاعتبارات سياسية وأيضا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي هناك أيضا الموانئ التي ما زالت تسيطر عليها كييف على شواطئ البحر الأسود والتي تحتوي مخازنها على معظم المحاصيل الأوكرانية من الحبوب والمخصصة للتصدير والبالغ وزنها نحو 22 مليون طن إلا أن استخدامها يستلزم إزالة الألغام وهو ما ترفضه كييف مشترطة الحصول على أنظمة مضادة للسفن إذن مشاهدين كانت هذه مسارات تصدير الحبوب الأوكرانية والخلاف بين روسيا والغرب بشأنها شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة